والعكس مشاهدين خلال المباراة أيضا قام رونالدو بالوقوف في وسط الملعب وأظهر الفيديو رونالدو غالبا مساكم بالخير عندنا سحب عالمية جوال 14 برو ماكس وسحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة مطالب بطرد رونالدو من السعودية بعد تصرفه في مباراة الهلال سقط الأسطورة كريستيان رونالدو قائد فريق النصر السعودي في أزمة جمهورية جديدة داخل المملكة العربية السعودية بعد تورطه في واقع غير أخلاقية أمام جماهير الهلال الغريم التقليدي وتورط رونالدو في أزمة كبيرة بعدما قرر الرد على استبزادات كماهير الهلال على هامش مواجهة نهائي كأس موسم الرياض والتي جمعت بينهما على ملعب المملكة أرينا ورصدت الكاميرا العديد من التصرفات المسيئة لرونالدو خلال أحداث المباراة ولعل أبرزها طلب استبدال حكمت المباراة بالإضافة إلى الرد على جماهير الهلال التي ظلت تهتف باسم ميسي لاستبزازه بل خرج الأمر عن السيطرة بعدما أهان رونالدو شعار نادي الهلال بطريقة غير أخلاقية وصفت الجماهير السعودية بشكل عام وجماهير الهلال بشكل خاص لك رونالدو بالمشين وسيئ السلوك ردا على واقعة الوشاح المثير للجدل مسلسل أزمات رونالدو في السعودية أصبح عرض مستمر ومتكرر فالأسطورة البرتغالي لم يتعلم من أخطاء الماضي بعد واقع مشابهة أمام الهلال في موسم 2022-2023 خلال أحدى مباراة الدور السعودي ولا نعلم هل كريستيان رونالدو تناسى تماما بأن هذه الوقاعة سوف تسجل في تاريخه ومسيرته الرياضية فقد تصبح هذه التصرفات نقطة سوداء في تاريخه الكبير المدجج بالبطولات والإنجازات والأرقام الفردية أثار النجم البرتغالي كريستيان رونالدو لعب النصر غضب جماهير الهلال في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم بكأس موسم الرياض ونجح الهلال في الفوز على النصر بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة أرينا ليتوج الزعيم بكأس موسم الرياض في موسمه الرابع وافتت حسفتشي التسجيل للهلال في الدقيقة 16 من عمر المباراة وأضاف سالم الدسر لهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر الشوطة الأول من تزديد قوية من خارج منطقة الجزاء تصرف غير لائق من رونالدو قامت جماهير الهلال باستفزاز رونالدو طوال اللقاء والهجوم ضده وذكر اسم خصمه ميسي ليرد البرتغالي بإهانة شعار الفريق بتصرف غير لائق على الرغم من تصرف رونالدو ولكنه قام بمنح أحد مشجع الهلال الصغار الميداليا الخاصة به غورديولا ميسي ورونالدو لم يحقق أرقام هالاند في نفس عمره علق بيب غورديولا مدرب منشستر سيتي على السجل التهديفي المميز للهدفة النرويجي أيرلينج هالاند جاء التعليقات المدرب الأسداني قبل مواجهة كوبين هاغن الدنماركي في ذهاب الدور الستاشر من دور أبطال أوروبا غدا الثلاثاء وبسؤاله عن السجل التهديفي الهالاند قال بيب حتى ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو لم يكن لديهم هذه الأرقام في هذا العمر وفي الموسم الماضي وهو الأول لهالاند مع منشستر سيتي سجل المهاجم النرويجي 12 هدفا في دور أبطال أوروبا ليقود الفريق للفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه وأضاف المدرب الأسباني نحن لا نمارس أي ضغط على هالاند لإجباره على التسجيل كل لاعب لديه أم وأب يلعب من أجلهما أما ناثان أكي مدافع منشستر سيتي فقال عن هالاند إنه لا يترك أي شيء يؤثر عليه عندما يفوت الفرص في المرة التالية يعود مجددا إنه قوي عقليا وعن مواجهة كوبان هاغن قال غورديولا قلت للعبين هذا الصباح إن عليكم أن تكونوا مستعدين ذينيا للمعانا غدا عادة لا تجذو علي أحاسيسي غورديولا هالاند أفضل من ميسي ورونالدو أكد الإسباني بيب غورديولا مدرب منشستر سيتي الإنجليزي بطل السوداسية التاريخية أن إحصائيات نجم النرويجي إيرلينج هالاند 23 عاما أفضل من أيقونتي الكرة الأرجنتيني ليونال ميسي والبرتغالي كريستيان رونالدو عندما كان في عمره وقال لا نضغط عليه أبدا كي يسجل فقط شارك في الهجمة والباقي يأتي بشكل طبيعي يجاري الإقاع بشكل مثالي لأنه قوي جدا ذهنيا إحصائياته بهذا السن أفضل من ميسي ورونالدو عندما كان بسنه وكشف المدرب عن تحدثه بكلمات بينه وبين نجمه بين شوطي مباراة الفوز على المضيف إيفرتون أشعلت حماسه ليسجل هدفين وقال إيرلينج شابو يلعب في أكثر المواقع صعوبة في الملعب ويحيط به أربع أو خمسة لاعبين بمساحات ضيقة جدا في تلك اللحظة كان يتوجب عليه أن يكون إيجابيا عندما سجل هدفا انتفض لكنه ليس بحاجة ليسجل كي يثبت أهميته فهو يساعدنا في أشياء أخرى شاركت جورجينا صديقة كريستيان رونالدو صورا جديدة لها عبر خصية ستوري من خلال حسبها الشخصي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام خلال خصية الستوري وظهرت جورجينا بإطلالة شتوية متميزة أبرزة جمالها كشفت جورجينا رودريكز عن الهدية التي اشترتها لكريستيان رونالدو على الانستجرام حيث شاركت مقطع فيديو له وهو يشكرها بقبلع بعد أن فاجأته عند باب منزلهما الامامي وكتبت رسالة صادقة إلى جانب الفيديو الذي تم ضبطه على أغنية سايد بايور قائلة 37 عاما سعيدا يا حب حياتي نحن نحبك إلى ما لا نهاية أفضل أب وأفضل رفيق في الحياة أعطانا إياه الله مقاطل وتستحق كل شيء جيد يحدث لك أنت ملهمنا كربخال يجيب على سؤال الأفضل بين ميسي ورونالدو أجاب داني كربخال لعب ريال مدريد على سؤال الأفضل بين كريستيان رونالدو زميل الصادق في الفريق ولعب النصر السعودي الحالي وليون الميسي لعب انترميان الأمريكي وقال الظهير الأسباني في حوار مع دانيا الهبث أضع الثناء في نفس المستوى أنا لا أفضل أحدهما على الآخر إنهما وحشان بمعنى الكلمة وأضاف أيضا لا أستطيع الأختيار بينهما أعتقد أنهما مختلفان تماما وتابع أيضا ميسي لعب قادر على العودة واستلام الكرة وصناعة الهجمات وبعد ذلك يشارك في اللعب وأنهى حجته قائلا رونالدو وحش في تسجيل الأهداف والهجوم في منطقة الجزاء والإنهاء لو لعب الثناء معا كان مثل القنبلة وكان من المثير للاهتمام أن نرى ذلك لست أفضل من رونالدو فيرمن بيريز يهدد مستقبل فينيوس في ريال مدريد يبدو أن المستقبل لا يخبئ مسيرة أسطورية لفينيس يوز جونيور داخل جدران ريال مدريد رغم كونه أحد أبرز نجوم الفريق في الفترة الأخيرة وذكرت صحيفة مركة الأسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يعتقد أن فينيس يوز لا يملك الملف الشخصي ليكون رقم واحد في النادي الملكي وأضافت يورا بيريز أنك اليوم بابي نجم باريس سان جيرمن والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات ما هو سبب رحيل كريستيانو رونالدو عن النصر؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي